أكد غبطة البطريارك بير باتيسيا باتسبالا بطريارك القدس للاتين أهمية الوجود المسيحي في الأرض المقدسة لا سيما في مدينة القدس وأشار غبطته خلال تبادله التهاني بعيد الميلاد المجيد مع موظفي البطرياركية واتحادي منظمات الإغاثة الكاتوليكية واتحادي رئيسات الراهبات إلى أن الكنيسة في الأرض المقدسة هي المشغل الثالث للمسيحيين في البلاد بعد السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة من جانبه ثمن السيد طوني خشرم رئيس اتحاد منظمات الإغاثة جهود البطريارك المستمرة في دعم التنصيق بين كافة منظمات الإغاثة في سبيل مساعدة المؤمنين على البقاء في الأراضي المقدسة على الصعيد ذاته التقى البطريارك باتسبالا رئيسات الراهبات في القدس وفلسطين وتحدث معهم عن موضوع نعمة الله التي نعيشها في الأوقات الصعبة